نجحت القواء العاملة الأردنية في تأسيس اسم لها في ميادين العمل العربية والعالمية فقطاع الأيد العاملة الأردنية في الخارج يمتاز بخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاته التي تصل الأردن وقد احتلت هذه التحويلات المرتبة الأولى في دعمها لميزان المدفوعات حيث تصل استفادة الاقتصاد الوطني منها إلى 100% من قيمتها إذ لا تتضمن أي مكونات أو تكاليفة أو التزامات مالية يقتضى دفعها أو تحويلها تحويلات المغتربين في الأردن تصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار سنويا هذا الحقيقة في اقتصاد أردني حجم الكل بحدود 11 مليار تقريبا إذا بنحكي عن السلع والخدمات التي تتداول فيه هلأ إذا بدنا نحكي عن التحويلات هي التحويلات معظمها يذهب من خلال قنوات أسرية يعني لسد مصاريف عائلة لشراء سيارات شراء عقارات شراء كان فيه مضاربات بالسوق المالي يعني معظمها راحت إذا كان فيه فائد راحت في العقارات والسوق المالي نحن نتحدث عن تنمية مستدامة نحن نتحدث عن 600 ألف مغترب الآن أردني منهم 500 في الخليج نصفهم في الإمارات والسعودية تساهم تحويلات العامرين في الخارج في تنشط حركة العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع البنوك وتساهم هذه التحويلات في تأسيس الكثير من المؤسسات الفردية والشركات المزاهمة العامة ويترتب على ذلك توفير حقيقي لفرص العمل وزيادة الإنتاجية تواصل الوطن مع المغتربين يعني ليس بالكيفية المطلوبة يعني نطالب أن يكون هناك الحقيقة لهذه الأهمية لأهمية هذه التحويلات في تحريك الاقتصاد الأردني أن يكون هناك دائرة ضمن وزارة قد تكون وزارة العمل ووزارة الخارجية وزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة لرعاية شؤون هؤلاء العاملين والاهتمام بهم وأن نوجهها للاستثمارات الحقيقية في الأردن لأن الأردن بحاجة إلى استثمارات كثيرة ويجب أن نستثمر جهود أبنائنا في الخارج لتوظيف الأردنيين العاطلين عن العمل لأنهم يتمتعون بعلاقات جيدة الحقيقة في الخليج انطلاقا من أهمية هذه التحويلات فإننا بحاجة إلى استثمار حقيقي لهذه الأموال يساهم في دعم الإنتاج ويدعم تكافل الجهود من أجل نشر الوعي بأهمية هذه التحويلات كي تعمل كمصدر مستثمر للدخل أحمد اشتيات لبرنامج الاقتصاد اليوم ترجمة نانسي قنقر